طبعا مسلسل روجينا انا بالنسبة لي حيبقى اوتا جدعان من غير ما اشوف تريلر الري اكشن لان انا مش محبين المسلسلات روجينا لما تطلع فيها بطولة فبالنسبة لي الموضوع بيبقى صعب فحلو حلو هو كل مسلسلات اللي نشوف تريلر بتاعها دلوقتي حتى بقى حتيجي على ديم سي فتمامي يعني هو تقريبا ديم سي عاملة فيديو كده كامل على بعضهم للتيزرز او المسلسلات اللي هحتيجي هو اللي دلغت دلوقتي معنا الحشاشين فيلا نشوف اللي بعدين بدون سابق انزار يعني حنحطه في الاحتمال عايزين نشوف التريلر محتاجين نشوف التريلر بتاعه يعني نحطه في معانا بدون سابق انزار يلا لبعاديين كبير معانا الجزء التامن السنة دي على هوم سينما انا يعني الجزء اللي فات بالنسبة لي كان صعب اوي يعني السيزون اللي فات بالنسبة لي ما كانش حلو خالص يعني ما عجبنيش بصراحة يعني قليل قوي 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 لما كانت فيه حلقات حلوة وبتضحك السنة دي يعني اتمنى ان هو يعني يبقى غير السنة اللي فاتت خالص لان لو هيبقى على نفس المستوى بتاع السنة اللي فاتت آآ بجد هيبقى صعب وبعد كده مستغرب من حاجة ان هم حاطين يعني غالبا في قصة او في معانا في الجزء ده هتتكلم على لكازة بابل فأنا مستهر بأن هما جايبين لكازة بابل دلوقتي ومسلسل أصلا خلصان بقاله سنتين تقريبا أو ثلاث سنين والسنة اللي فاتت كانوا جايبين أو سوري السنة اللي قبل اللي فاتت كانوا جايبين في المسلسل بتاعهم أو في السيزن بتاعهم الموسم السادس فغريبة شوية أن هما يعني واجبوا العصر مع سكويت جيم وبعد كده رجعوا لكازة بابل اللي هو خلصان من ثلاث سنين فغريبة شوية او يمكن تكون الفكرة كانت موجودة بس رحلوها للسيزن ايت الله اعلم فغريبة شوية انهم فكروا في حاجة زي كده يعني. اه كبير طبعا معنا المسلسل هيبقى حلو او وحش او المسلسل هيبقى حلو او وحش الكبير معنا فورشور. اه يلا نكمل نشوف الباقي. يا مصار اجباري معنا غالبا بس محتاجين نشوف برضو بتاعه حيبقى شكله حيبقى مسلسل كئيب ويعني حاجة انا بصراحة على المسلسلات رمضان انا عايز اكتر بالمسلسلات الكوميدي يعني عايز اتفرج محتاج اتفرج على المسلسلات الكوميدي السنة دي لان المسلسلات السنة اللي فاتكت كعيبة قوي بتش في غير الصفارة بين وكامل العدد اه في كامل العدد اتنين ده انا سمعت ان هيبقى فيه برضو كامل العدد اتنين اه ما قولنا هوش في الاول بس اتقال ان هو حيبقى موجود السنة دي فغريبا ما فيش تيزر لي يعني انا مش شايف في بوسترز او ما ما فيش اي حاجة يعني انا ما شفتش حتى في السينما داتقومة لما كنا بنقرأ المسلسلات وكده انا مستغرب ان لحد الوقتي ما جابوه سيرتو يعني او مش موجود انا بابا جي برضو غالبا هيبقى معانا السنة دي في هوم سينما بس برضو محتاجين نتفرج على الاوفيشل تريلر عايزين نتفرج على كوميدي خلينا ما اتفقين مش عزين كآبة يعني مش عزين كآبة السنة دي وانا بصراحة يعني بحب اقرب حسني يعني فيه حاجات كتيرة انا بعملها لزيزة يعني حتى المسلسل اللي كان عامله من كم سنة من سنتين تقريبا ان هو ما كان مكتوب علي انا عجبني بصراحة وبالسنهايته كانت بايخة بصراحة يعني بس فكرة كانت حلوة ومسلسل كانت ضريفة فغالبا لمن كريمة معانا برضو مسلسل سيدة العائر بتاع غدرة عبد الرازق بصراحة يعني التيزر مش هادي ليش بربعة جنيه ما عرفش ليه ما ما بقيتش احب فصراحة مسلسات غدرة عبد الرازق يعني مش عايزة حاسة ان التيزر ما فوش حاجة تشدك حرفيا تحس ان هو هو نفس بتاع كل سنة سواء غادرة عبد الرازق يعني فكرة مسلسل تحس ان هو 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 بتاع كل سنة يعني في تحس ان هيبقى فيه تورما بين العيلتين وفيه إ информة اللي دايما متارجتنها وهي اللي حد دايما هتخد على بمغة وبعد كده ترجع تنتقم يعني انها خلاص هيئتي من المسلسلات دي يعني بصراحة اوكي هو ده ده اوفيشال تريلر عمتا مبدئيا ده مسلسل كده حيحدي اشطه يعني يعني ريهام حجاج يعني استخدمة الجوك او استخدمة الافي اللي كان تقريبا من عشر سنين اللي هو يعني اسمها صدفة عجيبة نفس الافي اللي كان موجود زمان في فيلم عيل حبيبة اللي كان اسمه عيد سعيد رمضان كريم تمام فلاقيت نفسها بقى ما ما بقيتش تتاكل في الدراما فلاقيت نعمل للصناعة اللي يعمل الكوميدي لا يا جماعة يا جماعة لقى اموس ايديكو لقى خش على بعدي يا ابني كل حاجة ماشي عيل وفي يوم وليلة اتبتلت الاحوال وكشرت الدنيا وقلبت وشها معها الدنيا تسقيم الرهق بعد ما اتدواء عسالها مسلسل المعلم انا يعني حكتبه برضو بس محتاج اشوف التريلر او برضو انا بحب بصراحة مصطفى شعبان وبحب القلب اللي هو حاطت فيه نفسه يعني الحتة دي تحس ان الحتة دي معمولة في مصطفى شعبان يعني مش بتبوخ بصراحة يعني يعني حتى السنة اللي فاتت كان عندنا المسلسل بتاعه بابا المجال انا بصراحة كنت بحب المسلسل ده وبس مصامرة بصراحة كان فيه علامي يعني آآ الله اعلم السنة ده بالمسلسل ده حيبعمل ازاي يعني بس محتاج اشوف بتاعه الاول ازا اعجبتم المحتوى صار ده يعني لو اعجبتم المحتوى ما تتنسيش تفعله الدرس والله يتشيروا الحاجات بتاعد كده اين بحاجة الانصاري انا بحاجة الانصاري اوكي مسلسل يحيب غراني عطبات البهجة هيبقى معانا السنة دي برضو ازا ففتي ففتي معرفش ده اوفيشل تريلر او لأ بس تقريبا لأ يعني غالبا مش دول اوفيشل تريلر زجدان يعني مفيش اي حاجة فيها اوفيشل تريلر زجل المسلسل بتاع ليها محاجات يعني تقريبا ناوييني في حولي مرارتي ماشي دول بالنسبة لمسلسلات اه الدي ام سي يعني اه الدي ام سي اه مسلسلاتها مش كتير انا مش شافها كتير على فكرة وانا بيتهيق لي مش زي كل سنة خلينا نشوف في مسلسلات ايه تاني عندنا مسلسل نيلي كريم اللي اسمه فراولة نزله تيزر برضو ده هيبقى على سي بي سي فاتس واتشه انا عجيب مش هستيه اتجاوزي اوكي ساونز ابيت كرينجي بس ماشي غالبا برضو ده هيبقى معانا فراولة من اللي كريم فيفتي فيفتي خلينا نتشك لو في مسلسلات تانية تيزرز او بتاعتها نزلت خلينا نشوف عندنا المسلسل المعلم اللي لسه عمليله التيزر من شوية آآ تيزر ري اكشن آآ ده الوفيشيل ترييلر يا جدي انا نزل الوفيشيل ترييلر اللي نزل كنت تفرجت عليها على طول بس ده الوفيشيل ترييلر عمتا فلاتس واتش الوفيشيل ترييلر وحا ندصيت بقى يعني ده هيبقى معانا ولا مش هيبقى معانا فيلا بينا وفي يوم وليه لدى الدنيا في الأحوالي وكشرت الدنيا وعلبت وشاها معيها وصدرت لي وشاها ميشا وكبت سدى والمال اللي تسارى وكسرتك ومرمطك وراء الجنيه وشلك الأن بادر وانت بن عز يا كريم اقبل بخاطر الشعيانين يا رب وكاننا عن موكاننا الودة لو كيب رفتم من كده حيبلع السوق وحيرجع أيام أبو تاني الودة ما يرجعش السوق مع سمكة واحدة سبحانك لها ودوا كلهم أرزوية دخين على عز كثير ولما المعلم لا بقى قصير معاصر اللي جاي طلق حيب عين هلط ده أنا موكو نعيش في البيت ده بابو موكو لين يا بدي بنكو نعيش في البيت ده وموكو عن نوع وموكو عن نوع واما ده فيطر قضح وعيالها يدك جلس أبو يا كان يا عرب أنا معرفة يا أخي المختلف خاف ما اللي بياخد حقك وبدأناك ومش بدأهاه وخاف مني مسلسل المعلم بتاع مسلسل شعبان معانا يا جماعة السنة دي في رمضان هنا على هوم سينما عجبني التريلر بصراحة يعني أنا بصراحة بفكرني نفس المسلسل بتاع السنة اللي فاتت وبصراحة يعني زعلان المسلسل ده مش موجود فيه بس مصامرة الجماعة بس مصامرة السنة اللي فاتت في المسلسل بتاعه مع مصطفى شعبان كان مصالحة مش طبيعة يا كان رهيب يعني كان احسن حاجة في المسلسل حرفيا يعني فغريبا ان هو ما اخدوش مسلا تاني معاه كان عامل جو جامد يعني بس حس ان المسلسل يعني يعني قصته مهروشة وبتاعه وكل حاجة وعارفين حيمشي ازاي وراح على فين بس يعني اشطفى اللذيذي يعني حيبا معانا آآ عندنا مسلسل تاني اسمه جودر او جودر ده مسلسل بتاع ياسر جلال ده تيزر برضو بتاع بتبع الف ليلة او ليلة اي تينك سو اوكي اسمه جودر انا ابتكرت اسمه جودر او جودر اي دونو آآ معانا ولا مش معانا معرفش برضو حيتحط في الفيفتي فيفتي الله اعلم بس يعني تقريبا 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 حيكون اخر اعلان معانا النهاردة في حلقتنا آآ على هوم السينما ان تقريبا على ما اعتقد مفيش اي حاجة تانية انا نزلت آآ وده مسلسل بتاع هاني سلامة اسمه امير العوامري فتقريبا ده حيكون اخر مسلسل معانا معانا في التريلرز يعني هاني سلامة اسمه محبك نعم انا مقبلش بقى ختمك اصباعي مقبلش بقى جازمه في رجلو يلبسها ويقلعها وقسمه هو عايد ما اتخذت من انتي معي مع لعنك خلص وكيف حديده ستة عايزة مشاهد عايزة حضم عايزة حضم حالي اي حدتان يتفهدس يا يزدي ما اعتقدتش المسلسل ده حيبة معي نفسه وده كان تريلر اوفيشن تريلر اتنك زو لا بالنسبة لي مشلسل ده اوت نعيسف يعني مش 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 اكسايكتت خالص ان انا اتفرج على حاجة زي كده وغالبا غالبا غالبا مشلسل ده شكله حيبة تلاتين حلقة انا لحد دلوقتي على فكرة صحيحة انا معرفش ايه المسلسلات اللي هتبقى خمستاشر حلقة وايه المسلسلات اللي هتبقى تلاتين حلقة على فكرة يعني انا حرفان لسه ما عندش اي فكرة محتاج ادور يعني يا ريت برضو انتو كامنتوا في دون يا جماعة وتكتبوا لي في الكومنت وتقولوا لي ايه المسلسلات اللي هتبقى خمستاشر حلقة وايه المسلسلات اللي هتبقى تلاتين حلقة يعني هحاول ان انا اترجط شوية مسلسلات خمساشر حلقة بصراحة يعني لان تلاتين ده كتير قوي يعني لأصلا لما الواحد بيتفرج على مسلسلات برا البلاتفورمز آآ سوري برا السباق الرمضاني وعلى البلاتفورمز وكده وبيتفرج على تمن حلقات وعشر حلقات بيحس ان هو كتير اصلا يعني فا يعني حاولوا تقول لي ايه المسلسلات الخمساشر حلقة او ايه التلاتين يعني بس تقريبا عالم اظن ما فيش اي مسلسل تاني ننزل على فكرة يعني مش شايف اي حاجة تانية نزلت ان شاء الله حتى مسلسلة طبعا بتاعت آآ مصر ما بتنزلش دلوقتي خالص كالعادة بتنزل دايما قبل الرمضان مسلا بايه مسلا بيومين تلاتة خمسة تلاتة اربعة ايام ماكسما من كده ما بتنزلش قبل كده على فكرة ده ده كل لسانة على نفس الموال يعني آآ بس والله بحاول ادور برضو تاني ما تقريبا لا ما فيه ش داتس ات مفيش مسلسلات تانية بس دي كانت حلقتنا آآ بتاعتنا في مسلسلات رمضان ان شاء الله بازن الله آآ هشوف ايه تاني يعني عمتلا اللي احنا كتبناه الحشاشين ده اللي فرشور معانا ولا هيبقى يعني معانا في مسلسلات رمضان الحشاشين وبدون سابق انظار ده حطينه في لسه مش عارفين لازم نشوفه الكبير جزء التامن ده برضو معانا حلو ووحش بنتفرج عليه بصراحة لانا بحب المسلسل الكبير آآ مصار اكباري ده برضو في بابا جيه ده برضو في المعلم شفنا الفيشل تريلر فقايمناه آآ معانا برضو هيبقى السنة دي عتبة البهجة ده هاي بقى فراولا ده برضو او جودر مسلسل بتاعيس الرجالة ده برضو هيبقى في فالحد دلوقتي معانا تسع مسلسلات ممكن في مسلسلات تخخش معانا من المسلسلات دي ممكن مسلسلات اصلا ما تخشش معانا في المسلسلات دي وتخخش مسلسلات تانية اصلا خالص لما نشوف لسه في مسلسلات تانية اصلا اه قلناها في الاول خالص ما شفناش لا تيزر ولا فمعرفش في مسلسلات جمدي كتير يعني انا اكتر مسلسل مثلا اه مستنين اه بتاع شيكو وكريم احمد عبدالعزيز نسيت اسمه اصلا خالد محمد خالد ولا خالد حاجة كده ومسلسل اهو بتاع الشام ماجد واسماء جلال ده ممكن يكون ده اكتر مسلسلين انا مستنيهم السنة دي في مسلسلات رمضان اه ومعهم الحشاشين اه انا اول مرة السنة دي اه في مسلسلات رمضان ما كونش متحمس لاي حاجة طبعا غياب النجوم الصف الاول في مسلسلات رمضان زي يوسف الشريف زي محمد رمضان اه امير قرارة الله اعلم هيبقى موجود ولا لا اه في مسلسل تحمل الساقة ده هيبقى موجود بس لسه ما ما نعرفش عنه اي حاجة ففيه نجوم كتيرة مش موجودين يعني وطبعا عدل امام عدل امام تقريبا بطل تمثيلي يعني او اعتزل اعتزل تقريبا عن ما اظن فبس مستنين بقى انا هستنى اكتر الفترة اللي جاية مع رفش ممكن الحلقة اللي جاية بتاعة المسلسلات رمضان هتبقى امتى بس غالبا ممكن تبقى مثلا قبل رمضان ايش عارف انا مش عارف اعمل حلقة كمان او حلقتين كمان لمسلسلات رمضان يعني للتريلرز عشان ما نعودش عشان زي ما بقول لكم في قنوات زي مصر بتستنى ما بتنزلش دايما الاعلانات في الاول فبتنزلها يعني قبل رمضان مسلا باربع خمس ايام فمعرفش حشوف لو لقيت اللوت بتاع التريلرز او التيزرز او الوفيشيال تريلرز نزلوا لوت كبير قوي 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 فغالبا ممكن انزل حلقة وبعد كده قبل رمضان ما يبدأ باربع خمس ايام اروح مننزل الحلقة كمان حشوف يعني لسه مش عارف بس دي كانت حلقتنا انا عارف ان احنا طولنا جدا 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 بس احنا دايما يعني حلقة رمضان انتو عارفين على هوم سينما من ساعة ما بدأنا هي دايما حلقة رمضان بتبقى طويلة اللي بتبقى في البداية دي دايما وبس وانا مبسوط جدا 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 رجعت واتمنى ان الحلقة تكون عجبتكو واتمنى ان يكون الساتب يكون عجبكو سواء كمايك او سواء كضاءة او سواء كحاجات اتحطت هنا ورايا يعني اتمنى ان يكون التغيير دا يعني يكون نال اعجابكم لان انا كان لازم اطور المحتوى بتاعي لان يعني حسيت ان انا ده جال وقت ان انا لازم اطور لان انا بصراحة موضوع اه لان انا كنت اقيل في الاول خالص يعني من زمان كنت اقيل ان مش هطور غير لما يكون عندي مشتركين كتير وبتاع ومشاهدات اعلى بين كده فحسيت ان الموضوع برضو ما فيش اي اختلاف في بصراحة انا حبيت ان انا اطور آآ المحتوى لان بصراحة يعني انا حسيت ان حسيت براحة نفسها اكتر يعني بصراحة حسيت براحة نفسها اكتر فا اتمنى يعني التطوير بتاع القناة ده يكون نال اعجابكم واتمنى تدعمونا دايما باللايك وبالشير وبالسبصبرايب يعني يعني אני مبخلش يعني زي ما بيقولوا انا مبخلش على الشانيل بتاعتي بحاول على قد مقدر اطور واتمنى ان هو يكون عجابكم. تمنى الحلقة بكون اعجابتكم وانشاء لو ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم وما تنسوش برضو تعملوا تعملوا التانية اللي اسمها اللي ان شاء الله برضو هنبدأ نشتغل عليها ان شاء الله في اقرب وقت وما تنسوش تعملوا لي على فيسبوك وانستجرام وان شاء الله شبكوا الحلقة اللي جاية وباي باي